اشتركوا في القناة ان شاء الله هشتغل معيكي طريقة عمل مفرش للتقديم تحت الاطباق على شكل ورقة شكل. مفرش شكله حلو جدا ورقيق وسهل خالص. يعني هو عبارة عن اعمدة وصدفات ومفروش اي حجم. انت لو حبيتش تعمليه بالحجم ده هتعمليه. حبيتش تكبريه. تعمليه سجادة او تعمليه مفرش كبير للصفرة وحواليه زغيرين. انا ايلي لك الطريقة في اخر الفيديو. انا هنا اشتغلت بخيط جنجر عشان لو حبيتش تنفذيه وتبقى شكل ورقة الشجر بجد يعني كده تبقى نفس الخضار كده والحلاوة دي هتعمليه. حبيتش تعمليه سجادة تعمليه. هو في الحالتين شكله حلو جدا. سواء اعملتي سجادة او اعملتيه جنجر. في الخيط الجنجر انا اشتغلته بخيط شبه خيط اليس ديفا كده في نفس الصمك ونفس التقل بتاعه. اللي اتنين اخذوا مني تسعين جرام من الخيط. اما هنا اشتغلته بخيط شبه البوكلت كده كان عندي وما كنتش لقياله حاجة استعملها لانه كان في كشكش لما اعمل بيه غرز فاشتغلته هنا عشان الغرز مقفلة عطى النتيجة الحلوة دي. فانتي طبعا اي خيوط عندك هتعمليها هتبقى حلوة ان شاء الله لانه هو كله اعمدة وصدفات مفهوش اي حين. ايلالك في اخر الفيديو ان شاء الله لو حبيت تكبري تكبري زي. وباذن الله هشرح لك طريقة ان احنا نعمل كوستر صغير كده في فيديو صغير على السريح كده ان شاء الله قريب. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ لو لسه ما اشت تنسيش تشترك في القناة وتفعليك الغرز عشان يوصلك كل الجيد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بتشتغلي دايرة سحرية او بتشتغلي ست سلاسل وتقفليهم بمنزلقة. بس الافضل هنا ان انت تشتغلي دايرة سحرية. انا هنا هعمل الدايرة السحرية وانا بعمل الدايرة السحرية. بعمل عقدة البداية وبوسعها وبدخل اشتغل جوية. السطر الاول هترتفع اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. ودول اللي نعتبرهم عمود بلفتين. هتشتغلي بعدهم خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ودول فرق اعتبر بين العمود والعمود اللي بعده. هترجي لفتين على الابرة وهنا هتدخل يشتغلي ستة عمود بلفتين. هترجي كده من العمود لفتين لفتين لفتين. العمود بلفتين بناخد عدة تلفاته على تلات مرات. ترجي لفتين على الابرة وتدخلي تشتغلي التين. لفتين 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 هتشتغلي التالت كده أربعة خمسة ستة اشتغلت ستة عمود بلفتين بعد ما اشتغلت ستة عمودة هتشتغلي أربعة ثلاثة واحد اتنين تلاتة اربعة هتغلت لفتين على الابرة والجزء ده هتقربين هو هو تاني يعني هتشتغلي ستة عمود بلفتين عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعد ما اشتغلت الستة عمودة بلفتين هتشتغلي خمسة ثلاثة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهتدخلي على الرابع سلسلة اللي هي تعتبر روس العمود كده واحد هتعدي سلسلة اتنين تلاتة على الرابعة هتعملي منزل هتقفلي بيها السطر وهنا هتشتغلي بقى الخيط كده تضيقي عودة البداية كده لحلقة البداية وزا ما انت شايفها عشان دايرة سحرية بقت الفتحة في البداية صغيرة معيك هتقلب الشغل كده وحتلفي مع الاتجاه بتاع الأعمدة كده وتقفلي بقبرة التقفيل عشان متفكش منك دا كده شكل السطر الاول عندك السطر الثاني هترتفعي ثلاث سلاسل وحتدخلي تشتغلي جوة الخمس سلاسل دول عشرة عمود بلفة وهنا خلاص الشغلة هيبقى برعا أعمدة بلفة واحدة بس هتشتغلي عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بقى انت كده اشتغلتين جوة الخمس سلاسل عشرة أعمدة بلفة على الستة أعمدة هتشتغلي على كل عمود عمود هتشتغلي عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة كده بقى عندك ايه؟ ستة عمود جوة الأربع سلاسل هتشتغلي زاوية يعني هتشتغلي أربع أعمدة أربع سلاسل أربع أعمدة وهنا دي هتبقى سبتة معيك في كل سطر هتشتغلي أربع أعمدة واحد اتنين تلاتة أربع أربع وأربع سلاسل واحد تلاتة أربع ونفس الجزء هو هو بتقريريه في النحية التانية فبتشتغلي جوة السلاسل أربع أعمدة واحد اتنين تلاتة أربع أربع تمام؟ هنا هتشتغلي على كل عمود عمود زي ما اشتغلت هنا بالضبط وجوة الخمس سلاسل هتشتغلي عشر أعمدة وحنيجي نكمل مع بعض اخر السطر بعد ما اشتغلت العشر أعمدة هتقفلي بمنظاركه على ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع وده كده هيبقى شكل السطر التاني عندك بقدة اتبان معيك ورقة الشجر زي ما انت شايفة كده احنا هنا في الورقة دي بنشتغل بطريقة التزايد من الجنب ده كده بطريقة تزايد الدائرة ومن هنا بطريقة تزايد المسلس عشان كده بتطلع مدورة معينا من الجنب ده ايه ومن هنا بتطلع عاملة شكل المسلس كده تمام؟ فاحنا هنا هنزود زي ما بتزود دي في الدائرة اللي هي أول ساطر بتشتغلي عمودين وبعدين عمود وهكذا وأنا حوريك دلوقتي بتشتغليها زي هترتفع هنا ثلاث سلاسل وهنا هنشتغل على الطرف الخلفي للعمود يعني انت عندك هنا طرف امامي وطرف خلفي فانت هتشتغلي على الطرف الخلفي مش على الطرف الامامي او مش هتدخلي كده بلق هتدخلي على الطرف الخلفي فانت هنا هتدخلي على الطرف الخلفي الاول عمود وهتشتغلي عليه عمودين وهنشتغل بتزايد الدائرة على اول عمود هتشتغلي عمودين وعلى التاني هتشتغلي عمود وعلى الطرف الخلفي زي ما انت شايفة كده تمام يعني على الطرف الخلفي هتشتغلي عمود واحد بس هتشتغلي على العمود اللي بعده عمودين على الطرف الخلفي واحد اتنين هيمشي عندك هنا عمود عمودين في الجزء ده احنا هنا بنزود خمس اعمدة يعني هتعملي خمسة من اللي اتنين عمود هتشتغلي عمود وعمودين على اللي بعده وعلى الطرف الخلفي بتنسيش على الطرف الخلفي عشان يديك الشكل ده تمام بعد ما اشتغلت عمودين هتشتغلي عمود وبعدين هتشتغلي عمودين انت هتشتغلي التزيد على العشر اعمدة دول بس يعني مش هتكملي في التزيد اشتغلت عمودين هتشتغلي عمود كده احنا زودنا اربع اعمدة ده كده الخمس هتشتغلي على العمود عمودين تمام انت كده اشتغلت لحد العمود التاسع والعمود العشر ده مع الوجه تزيد فانت كده هتشتغلي عليه عمود يبقى انت كده زودت اشتغلت الجزء ده عبارة عن عمودين على العمود وعلى العمود اللي بعده عمود فانت هنا زودت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة احنا في كل سطر بنزوده نفس الموضوع كده بس بتبقى المسافات بين التزيد والتزيد بتزيد عمود في كل سطر تمام هو ده تزيد الدايرة انت هنا هتشتغلي على كل عمود عمود ما فيش اي تزيد يعني هتشتغلي على كل عمود من اللي انت اشتغلتهم كده عمود على كل عمود هتشتغلي عمود وعلى فين على الطرف الخلفي عشان تديكي شكل التجعيدة بتاعت ورق الشجر دي هتشتغلي كده على كل عمود على الطرف الخلفي عمود يبقى تزيد هنا كناخره على تاسع عمود هتشتغلي بعضهم كده على كل عمود عمود بتشتغلي عمود عشرة عمودة وسبتي عمود ما زودتيش عليه فبقى عندك هنا 11 عمود احنا هنا على الزاوية دي دي الزاوية اللي بتزيد مننا كل سطر بزيد اربعة عمودة بتنشتغل جوهي اربع عمودة اربع سليسل فانت هنا هتشتغلي اربع عمودة اربع سليسل اربع عمودة بس هتشتغلي الاعمودة جوه السلسلتين عشان تديكي نفس ايه التجعيدة دي اللي تمشي معيكي هتبقاش تطلع ونازل بقى هتدخلي كده وتشتغلي عليها عمودين على اول سلسلة هتشتغلي عمودين على تاني سلسلة هتشتغلي عمودين واحد اتنين يبقى انت كده اشتغلت كم عمود اربع عمودة هتشتغلي بعدهم اربع سليسل واحد اتنين تلاتة اربع وجزء ده سيبت معيكي في كل سطر حتى بقيه بتشتغلي بنفس الطريقة كده هتشتغلي على السلسلة اللي بعد الاربع سليسل لطول هتشتغلي عليها عمودين وعلى السلسلة اللي بعدها عمودين يعني كده انت اشتغلت على الاربع سليسل ثمان اعمدة ما بينهم ما بين الرابع والخامس اربع سليسل هنا هنبتجي بقى نشتغل على كل عمود عمود وعندما توصلي للعمود آآ التاني من هنا اللي هو كان التاسع من ناحية التانية هنبتجي التزايد فانتش لما حتيكي تعدي هتلاقي نفسك اشتغلت احد وشر عمود ما تنسيش تدخلي علي اول عمود ده عشان بيبقى الداخل الوراء كده هتشتغلي عمود على كل عمود عمود كده اتنين تلاتة وعلى الطرف الخلف ازا ما انت شايفها كده تمام اربعة خمسة على الطرف الخلفي هو كده ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر انت كده لما وصلت للعمود الحدوشر كده وصلت للعمود الاول من العشر اعمدة تمام انت حتبدأي التزايد على تاني عمود زي ما بدأت التزايد فين آآ هنا زي ما كان التاسع فهتلاقي قدامك كده هنا بقى التاني تمام هتشتغلي عليه بنفس التزايد الضائقة اللي هو هتشتغلي عمودين عمود عمود عمودين عمود انت هنا اشتغلتي بعد ما اشتغلتي الاربع اعمودة اشتغلتي حدوشر عمود وبدأت التزايد تمام? فانت بعد كده هتلاقي نفسك هقولك بعد كده بتشتغلي عدد اعمدة قد ايه? وبتتدقي التزايد من انهي عمود عشان ما تغلطيش. كده هتشتغلي عمود وبعده عمودين. عمود وبعده عمودين. واحد اتنين عمود وبعده عمودين. واحد اتنين عمود وبعده ايه عمودين. هتلاقي نفسك اشتغلت على اخر عمود عمودين. تمام? زي ما انت بدأت كده بالزبط على اول عمود كنت شغالة عمودين على الاخير برضو هتقفليه بعمودين. فكده هتقفليه خلص بقى منزلقة. وخلصت معيك ايه? السطر التالت وده شكل السطر التالت معيك. السطر الرابع هترتفعي تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهنا بترحل العمود عمود للنحية التانية. عندنا اشتغلت على اول عمود عمودين. في التزايد في السطر الرابع هتشتغلي على اول عمود عمود. وعلى التاني هو اللي هتشتغلي عليه عمودين. تمام? على التاني هتشتغلي عليه عمودين. هتشتغلي بعد كده على العمود عمود. وبعده هتشتغلي عمود. يعني التزايد عندك هنا هيزيد عمود. هيبقى عمودين عمود عمود. هتشتغلي على التالت عمودين. واحد اتنين. التزايد عندك هيبقى عمود. اتنين. وعلى التالت هتشتغلي عمودين. وهنا برضو هتزوجي خمس اعمدة بس. يعني انتي في السطر اللي تحت ده. هنا بقى عندك عشرين عمود. هنا بقى عندك خمسة وعشرين عمود. بيزيد عندك من الجنب ده خمس اعمدة. وبيزيد عندك في كل سطر من الجنب ده اه اربع اعمدة. يعني السطر بيزيد معك من الجنب ده كله تسع اعمدة. لانك زودت هنا خمسة وزودت هنا خمسة في كل سطر. بعد ما شغلت تزايد كده هتشتغلي عمود. اتنين. وعلى التالت هتشتغلي تزايد. واحنا قلنا تزايد بيبقى اربع بيبقى خمس مرات. فانت كده فضلك مر. هتشتغلي واحد. اتنين. وعلى. تالت عمود كده هتشتغلي عليه عمودين. تمام? على تالت عمود هتشتغلي عمودين. من الجزء ده هتلاقي في كل سطر نهاية التزايدة عندك بقت على تاني عمود لما زودت في السطر اللي تحت. يعني هنا نهاية التزايد في السطر الجاي هتبقى على تاني عمود بيشتغلت عليه اخر عمودين. تمام? زي ما انت شايفة هنا كده. تمام? اما في الناحية التانية برضو حوريكي عشان تبقي فاهمة. يعني هنا في الجزء اللي احنا بنزيد فيه عشان بعد كده هشتغل معاكي اول التزايد لانه هيفضل يزيد معينا في كل سطر. فبعد كده هشتغل معاكي. هقولك بس هيبقى الفرق كم عمود. اه وانت هتبقي فاهمة ان انت اول ما توصلي لتاني عمود بتوقفي هنا وبيبقى ده اخر التزايد معيك. اما كنت شغالة تحت عمودين على اخر عمودة. هتكملي بقى الباقي لحد اخر عمود هنا. هتشتغلي على كل عمود عمود. ده كده شكل السطر عندك. بعد ما اشتغلت على كل عمود عمود هتشتغلي الزاوية. وده اخر سطرة هشتغل معاكي الزاوية. انت بعد كده هتفهميها بقى وحقولك تشتغليها وانت هتكملي الواحدك. تمام? فانت هنا هتشتغلي عمودين على اول سلسلة وعمودين على التانية. هما دول الاربع عمودة اللي بيزيدوا معنا من الجنب ده وبيزيد معكي برضو عمودة من الجنب التين. هتشتغلي بعد الاربع عمودة هتشتغلي اربع سلاسل وبعدين هتروحي تشتغلي على السلسلتين على كل عمود عمودين. رحيت. على كل السلسلة اسفر عمودين. رحيت. اتنين سلسلة اللي بعدها عمودين. وهنا هتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود الخمستاشر. يعني انت هنا كده هتشتغلي على خمستاشر عمود. وعندما هتيجي على هنا على اول عمود من اللي انت مزودة هو. اول تزايد عندك. هتشتغلي هنا بقى على تاني عمود. مش هالاول. وبرضو دلوقتي انا هشتغل للخمستاشر عمود. وهجوريكي. حيبقى التزايد في. كده انت اشتغلتي من اول عمود لحد هنا اشتغلتي خمستاشر عمود. فانت هتبدأي التزايد. انت هنا كنت بدأت تزايد عمودين. انت هنا كل سطر. هتبدأي التزايد على اول عمود من التزايد في السطر اللي تحت. يعني انت هنا على اول عمود. اما هنا هتنهي على اخر عمود. انت اشتغلت هنا عمودين. هتبدأي التزايد على اول عمود منهم. فهتشتغلي عليه عمودين. تمام? وزا ما انت شايفة كده انا بقولك هتعدي كم عمود انت هنا عديتي خمستاشر تحت عديتي حداشر يعني في كل سطر آآ بيزيد عندك اربع عمدة وبعدين بيبدأ بيبدأ معيك تزايد فهتشتغلي عمود اتنين وعلى التالت هتشتغلي عمودين انا بريكي بس كده للسطور دي عشان تبقي فاهمة ان احنا اللي بنشتغله هنا بنشتغله هنا بعد كده هتقرب بنفس الطريقة تزايد في الجنبي اشتغلنا عمودين على التالت هتشتغلي عمودين اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود واحد اتنين على التالت هتشتغلي عمودين واحد اتنين عمود اتنين وعلى التالت هتشتغلي عمودين يا ربا بس يكون واضح لكي كده. تمام? على التالت ده هتشتغلي عمودين. اخر السطر هتلاقي عندك هتشتغلي عمود. زي ما بدأت كده ايه? فاول السطر سيبت عمود واشتغلت على التاني. هتلاقي برضو هنا عمود واشتغلت على التاني التزايد. فكده ايه? يبقى انت ماشية صح. هتدخلي كده على تالت سلسلة وتقفلي. ومنصلكم. وده كده شكل السطر الرابع معي. السطر الخامس هترتفعي تلت سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهنا هتشتغلي على اول عمود عمود. وعلى تاني عمود هتشتغلي عمود. يعني انت في اول التزايد اشتغلت على اول عمود. هنا سبت عمود. هنا سبت عمودين واشتغلت على التالت التزايد. تمام? واحد اتنين. هتشتغلي بقى التزايد عبارة عن ان انت هتشتغلي تلتة اعمدة. واحد. اتنين وعلى التالت هتشتغلي برضو عمود واحد من تلاتة يبقى انتش كده معلش اسفر عشان تلوض هتشتغلي عمود اتنين تلاتة وعلى الرابع هتشتغلي ايه التزايد اللي هم عمودين على العمود يبقى انتش التزايد عندك هيبدأ هتشتغلي عمود اتنين تلاتة وعلى الرابع هتشتغلي عمودين وحتبضل يتكرري عمود اتنين تلاتة وعلى الرابع هتشتغلي عمودين انت بقى بتشتغلي التزايد وعندما تتوصلي انت هنا زي ما انت شايفة كده التزايد بيترحل معاكي فانت هنا اشتغلت اخر عمودين انت هنا هتبضل يتزوجي بالطريقة دي تلاتة عمودة وعلى الرابع تشتغلي عمودين لحد ما توصلي لتاني عمود زودتيه في الجنب ده يعني هتشتغلي هنا اخر تزايد عمودين ده كده الشكل عندك زي ما انت شايفة كده انت زودتي خمس اعمدة بالطريقة اللي احنا اشتغلناها يعني بقى عندك اتنين من خمس اعمدة من الاتنين عمود وزي ما انت شايفة كده اخر التزايد عندك على تاني عمود من التزايد سيبي اول عمود وهنا اخر التزايد على العمود التاني هتشتغلي بقى على كل عمود عمود وحتشتغلي الزاوية اه وحتشتغلي التزايد وانا هيحاجي هنا بس لما اشتغل الجزء ده هقولك هيبقى عندك كم عمود برضه في كل سطر هاكدلك عشان تمشي مصبوط. ده كده الشكل عندك بعد ما اشتغلتش الاعمدة واشتغلتش الزاوية انت هتبدأ دلوقتي تشتغلي من اول عمود لحد العمود التسعتاشر وعلى العمود العشرين هتبدأي التزايد. يعني على اول عمود آآ من عمودين التزايد واللي تحت. هتشتغلي على العمود ده. تمام? هتكمليه كده ونرجع نشتغل مع بعض بداية السطر الجديد. ده كده شكل السطر الخامس معي. السطر السادس هترتفع تلت سلاسل وهنا هنشتغل على اول تلت اعمدة على كل عمود عمود. يعني هنزود مسافة هنرحلها عمود. هتشتغلي على اول عمود عمود. وعلى التاني عمود. وعلى التالت هتشتغلي عمود. بقى انت كده اشتغلت تلتة اعمدة. هنا هتشتغلي بقى بداية التزايد. هتشتغلي عمودين على العمود. وهتعدي اربع عمودة. وعلى الخامس هتشتغلي عمود. هتعدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. على الطرف الخلف زي ما انت شايفة كده. اربعة. وعلى الخامس هتشتغلي عمودين. وهتفضل يتكرر كده. لحد ما يبقى عندك خمسة من الاتنين عمود هتشتغلي كده. على الاول اربع عمودة. ناري والتاني والتالت والريبع. وعلى الخامس هتبدأي التزايد. تمام? هتشتغلي كده. وبعد كده هتشتغلي الاعمدة. هتشتغلي الزاوية. وانا بس حاجة اقولك انت هنا هتشتغلي كم عمود. عشان برضو ايه? لما تعدي ما تغلظش. بعد ما اشتغلت الاعمدة واشتغلت الزاوية هتعدي من هنا اه 23 عمود. وعلى العمود الاربعة وعشرين. هتبدأي التزايد وحتكملي بنفس طريقة التزايد اللي هنا. وحنيجي نبدأ مع بعض الصطر الجديد. ده شكل الصطر السادس عندك. وزمان تشايفه كده. احنا هنا بنبتجي نزود كده هنا بتزايد الدائرة وهنا بتزايد المسلس في الجزء ده بس كده يعني بنعمل الزاوية. عشان كده بتجي معينا الشكل ده. السطر السادس السابع هترتفع ثلاث سلاسل وهنا هتشتغلي على اول اربع اعمدة. هتشتغلي على اول عمود عمود. وعلى التاني عمود. وعلى الثالث عمود. وعلى الغابع هتشتغلي عمود. يبقى انش كده زودتي عمود عن اللي تحت. اللي تحت كانه ثلاثة. اشتغلنا التزايد في الربع. هنا اربعة. واشتغلنا التزايد في الخين هتشتغلي هنا عمودين. وبعد كده هتبتقي بتزايد هتشتغلي عمود اتنين ثلاثة اربعة خمسة اشتغلت خمس اعمدة هتشتغلي على السادس عمودين يعني هنا الفرق ما بين العمودين والعمودين بقى عندك خمس اعمدة تمام هتبضل تكرر بقى كده هتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا عملناها لحد ما تخلص عندك التزايد وبعد كده هتشتغلي الاعمدة والزاوية وهنا بس حاجة اقول لك هتزوجي كم عمود هي هتشتغلي تزايد على اني عمود بعد ما اشتغلت الاعمدة واشتغلت الزاوية هتبدأ اي تعجي من على اول كده عمود هتشتغلي 27 عمود وعلى العمود الـ 28 هتبدأ ايه التزايد بنفس الطريقة هنجا نكمل مع بعض ده كده السطر السبع احنا كده فضلنا في سطرين ويخلص معينا سطور الاعمدة. السطر الثامن هترتفعي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنا هتشتغلي خمس اعمدة على كل عمود عمود والطرف الخلفي زي ما انت شايفة كده. عمود اتنين تلاتة اربعة خمس. تمام? اشتغلنا خمس اعمدة. هتشغلوا واحد اتنين تلاتة اربعة فوق اشتغلت خمسة. هنا بقى هتشتغلي عمودين على العمود. واحد اتنين. وهتبدأي بقى تشتغلي ستة اعمدة وعلى السابع هتشتغلي عمود. هتشتغلي واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وعلى السابع هتشتغلي عمودين. واحد اتنين. وزا ما انت شايفة كده بيزيد معنا المسافة بين العمودين وبين العمودين اللي بعدهم عمود. فعشان كده مش بقدر اكمل معيك عشان الفيديو ما يتغلش معنا قوي. فانت هتكملي بنفس الطريقة كده. هتشتغلي ستة اعمدة والسابع عمودين. لحد ما يبقى عندك خمسة من الاتنين عمود. وبعدين هتكملي اعمدة وتشتغلي الزاوية. بعد ما اشتغلت الجزء ده كله هتعدي من هنا واحد وثلاثين عمود. وعلى الاتنين وثلاثين هتشتغلي التزايد. وزا ما انت شايفة كده التزايد دايما عندك بيبقى على اول عمود من بداية التزايد. يعني هتلاقي العمودين لما جيت تعملي تزايد اشتغلت على اول عمود وهنا برضو اشتغلت على اول عمود. كما في الجنب التاني تشتغلي التزايد لحد اخر عمود من التزايد اللي قبله. تمام? هتكملي كده ونجد هنكمل ما هو. ده كده شكل السطر التامن عندك. السطر التاسع هترتفعي تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. هتشتغلي ستة اعمدة على كل عمود عمود على الطرف الخلفي. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. بعد ما اشتغلت ستة اعمدة على كل عمود عمود هتشتغلي على العمود اللي بعدهم عمودين. واحد. اتنين. وهنا هنبتجي نزود. فحنشتغل سبع اعمدة وعلى الثامن هنشتغل عمودين. هتشتغلي عمود. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بقى انت كده اشتغلت سبع اعمدة على كل عمود اشتغلت عمود. على الثامن هتشتغلي عمودين. زي ما انت شايفة كده كل سطر بزيد الفرق بين العمودين عمودة. تمام? يعني تحت كانوا ستة. هنا بقوا سبع اعمدة. فانت هتقرر كده. بنفس الطريقة هيبقى عندك من العمودين برضو خمسة من العمودين. وبعدين هتبتيجي تشتغلي بقى اعمدة. لحد ايه? لحد ما توصلي للزاوية. وتشتغلي كمان الزاوية. وانا بس حيجي اقول لك الزيادة هتبدأ ايها مني? بعد ما وصلتي للزاوية هتعجي خمسة وتلاتين عمود. وعلى العمود الستة وتلاتين هتبدأي التزيد. ده كده شغل السطر التاسع. واحنا كده خلاص مش هنشتغل اعمدة. هنشتغل في السطور الجاية صدفوت. السطر العشر هتبتفعي تلات سلاسل ودول هتعتبريهم عمود. وحتدخلي على اول عمود هتشتغلي عمود وسلسلتين وعمودين. يعني تعتبر كده اشتغلت صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. جي كده تعتبر اول صدفة عندك. هتغلي لفع الابرة وحتعدي عمود اتنين تلاتة اربعة. وعلى العمود الخامس هتقرر. هتشتغلي عمودين على نفس العمود كده هتشتغلي صدفة من عمودين سلسلتين وعمودين في نفس المكان. واحد اتني. هتغلي لفتين على الابرة وحتسيبي عمود اتنين تلاتة اربعة. وعلى الخامس هتشتغلي الصدفة اللي هي من عمودين وسلسلتين وعمودين في نفس المكان. هتقدر يتقرر كده في نفس الصدفة كده بتسيبي اربع عمودة وعلى العمود الخامس بتشتغلي الصدفة. هتقرر كده لحت ما توصلي لاخير الصدر هنا لحد الزاوية وانا حاجة اكمل معيك وبيك تشتغلي على الزاوية ايه? بعد ما اشتغلت الجزء ده كله صدفات بقى عندك كده سبعتاشر صدفة. وفضل عندك هنا عمودين. فانت حتدخلي على استلاسل وحتشتغلي بويها كده صدفة. بس هنا من تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة وسلسلتين وتلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة. تمام? يبقى ده كده ايه? الشكل عمد. يبقى زودتي هنا عمودين عمود من جنب ده عن باقي الصدفة. هتغضي لفع الابرة وحتسيبه عمود اتنين وهنا برضو هتتشتغلي بدايته على الثالث. زي ما ايه? زي ما كنتش سايبة هنا عمودين. هتشتغلي الصدفة اللي هي عمودين. سلسلتين. عمودين. واحد. اتنين. وبعدها بتسيبي عمود اتنين تلاتة اربعة وعلى الخامس. هتشتغلي نفس الحكاية. هتشتغلي الصدفة اللي هي عمودين. سلسلتين عمودين في نفس المكان. واحد اتنين. وبعدها بتسيبي عمود اتنين تلاتة اربعة وعلى الخامس بتقرري بقى الصدفات لحد اخر الصدر. ده كده شكل الصدر اللي عشر عندك بقى عندك اربعة و تلاتين صدفة في الدائر كل. الصدر اللي اتناشر هتدخلي بمنزلقة على اول عمود. منزلقة عشان تبقي جوه السلسلتين. وهنا هتزوجي في الصدفة. هتخليها تلات اعمدة سلسلتين تلات اعمدة. هتختفعين. تلات سلسل اللي بعتبرهم عمود. وهتشتغلي عمودين. واحد اتنين. وسلسلتين. وتلات اعمدة في نفس المكان جوه السلسلتين. واحد اتنين. تلاتة. جي كده الصدفة زادت معيك عمودين. عمود مكنبتها و عمود مكنبتها. هتخلي لفها الابرة. وهتدخلي جوه السلسلتين بتوع الصدفة وتشتغليه. صدفة من تلات اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. والسلسلتين. وتلات اعمدة في نفس المكان. واحد. اتنين. تلاتة. وتقربي. تلات اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. وسلسلتين. وتلات اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. هتفضلي تقربي كده. اه على الصدفات كلها. يعني حتى على الصدفة اللي هنا دي. اللي هي اللي عند الزاوية. هتقربي كده. وحترفي لحد ما توصلي الاخر الصدر. ده كده شكل الصدر الحدوشار معي. الصدر الاثناشر. هتدخلي بمنصرقة على اول عمود. ومنصرقة على تبقي جوه السلاسل. هنا هتدفعي تلات سلاسل. والصدفة هتزيد معي كيف هتبقى هتشتغلي تلات اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. يعني الصدفة هنا هتبقى من اربع اعمدة. سلسلتين. اربع اعمدة. في نفس المكان كده. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. هتغطي لفها الابرة. وهتروح على السلسلتين اللي بعدهم. تشتغلي الصدفة اللي من اربع عمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وسلسلتين. سلسلتين. واربع عمدة. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. سلسلتين. اربع عمدة. سلسلتين. اربع عمدة في الداير كله. دا كده شكل السطر الاثناشر معي. السطر التلاتة عشر. هتدخلي منصرق على اول عمود. ومنصرق على ثاني عمود. ومنصرق على الثالث. ومنصرق عشان تبقي هو السلسل. هتدفعي ثلاث سلاسل. وهتشتغلي زي ما اشتغلتي تحت كده الصدفة. هتبقى برضو معيكي من اربع عمدة. سلسلتين اربع عمدة. فانت كده اشتغلتي يعتبر اربع عمدة. باردفعي ثلاث سلاسل. هتشتغلي سلسلتين واربع عمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. هنا هتعملي فرق سلسلة. تمام? يعني هتزيد عندك سلسلة الفرق ده. وهتدخلي وحتشتغلي على الصدفة كده برض سلسلتين. صدفة من اربع عمدة. سلسلتين اربع عمدة. كده اشتغلنا اربع عمدة. اشتغل سلسلتين. واربع عمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربع. بعد الصدفة في سلسلة. وحتقدر يتقرر كده. صدفة من اربع عمدة سلسلتين اربع عمدة. بعدهم سلسلة. لحد ما توصلي لحد الزاوية دي اللي احنا كنا شغالين فيها. وحاجة اقولك هنكمل الزي. بعد ما اشتغلت الصدفات. ما بين كل الصدفة وصدفة سلسلة. وصلت هنا للزاوية. تمام? احنا هنا هنشتغل الزاوية عبارة عن خمس اعمدة. سلسلتين خمس اعمدة. يعني هنشتغل فوق السلسلتين دول هنا كده. هنزود عمود منك كل جنب. هنشتغلي بعد الصدفة سلسلة. وحد ادخلي هنا كده. وحد اشتغلي خمس اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. وسلسلتين. وخمس اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. يبقى انت كده زودتي عمودين. عمود قبل السلسلتين وعمود بعد السلسلتين. بعدها هتشتغلي سلسلة. وحتشتغلي بعد كده عاجي على الصدفة. هتشتغلي الصدفة. من اربع اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وسلسلة. وحتكرري بنفس الطريقة كده لحد ما توصلي الاخر الصدفة وتقفليه بمنزلقة. تلاتة كده شكل الصدفة عندك. تمام? اخر الصدفة هتشتغلي سلسلة وحتقفلي بمنزلقة على تلات سلسلة. كده انت اشعفلتها الصدفة الخلص. تمام? الصدفة اللي 14 هتدخلي بمنزلقة على اول عمود. ومنزلقة على تاني عمود. منزلقة على التالت. ومنزلقة عشان تبقى جوه السلسل. وهنا هتكتفعي. تلات سلسل وواحد اتنين تلاتة. وحنشتغل جوه السلسلتين دول. سبع اعمدة. وبالتلات اعمدة كده يعتبر تماني. يعني هنشتغل نفس الصدفة كده بس مش هنشتغل السلسلتين. هتشتغلي عمود. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. عندك كده اشتغلت سبع اعمدة. وبالتلات سلاسل بقى تماني. هتدخلي على السلسلة دي كده وتشتغلي حشو. تعملي غرصة حشو. هتغلي لفع الابرة. هتروحي على السلسلتين. واحد قلبي. هتشتغلي جوه السلسلتين. تمان اعمدة. راحت. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. بعد ما بتشتغلي غرص سلسلتين تمان اعمدة. بتشتغلي غرصة حشو على السلسلة. تمام? ودي اللي هتديكي الشكل المدور ده. هتقدر يتكرري بالشكل ده. هو كل سلسلتين تمان اعمدة. وبعدين غرصة حشو. لحد ما توصلي لحد الزاوية حاجة اقولك هنشتغل فيها كامعة مدة. بعد ما اشتغلت الجنب الاول كله عبارة عن تمان اعمدة غرصة حشو. هنجي هنا وحنشتغل على الزاوية عشر اعمدة. هنتي هنا هتيجي على سلسلتين زاوية كده. وهتشتغلي عشر اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. كده انت اشتغلت عشر اعمدة هتشتغلي غرزة حشو على اول سلسلة بعده. تمام? وكده هتقدري برضو تكرري تمان اعمدة على السلسلتين وبعدهم غرزة حشو لحد اخر السطر. بس احنا هنا زودنا عمودين عند الزاوية. بعد ما اشتغلتش السطر كله بالطريقة دي. تمام? اخر السطر هتعملي غرزة حشو على السلسلة. بعد ما تعملي غرزة الحشو بتدخلي منزلقة على تالت سلسلة. ده كده السطر الاخير عندك. وخلص عندك المفرش. احنا بس هنشتغل بغرزة المنزلقة على الاعمدة دي. فانشت دلوقتي هتسحبي الخيط كده وهتقصيه. هتسحبي بقى كده خلص الخيط. تمام? وهنا هتجيبي ابرة التقفيل. وهتلضمي الابرة. هتقفلي الابرة كده في الثلاث سلسلة اللي انتش قفلت فيهم. تمام? وهنا هتجيبي بقى ضهر الشور. وهتغضي العمود كده. هتدخلي بالخيط كده بالروحه على ضهر الشور. وهتدخلي بقى في الاعمدة كده منتاح من ورا. كده انتش بتقفلي عشان انت بقدر انه ما يفوقش معي. بالطريقة دي كده. تمام? تسبتيها جامد كده وتقصي الخيط. كده المفرش خلص معينا. وهنشتغل بمنزلقات. انت هتشتغلي منزلقات يفضل باللون الدهبي او بلون مقارب ليه او باي لون غامع عادك. انا هنا هشتغل باللون الدهبي ده. فعشان الفتلة بتاعته فيها هشتغلها على فتلتين. انا كده هشتغل بالخيط ده على فتلتين زي ما انت شايفة كده. فانا بتنية على اتنين. وحدخل على تالت سلسلة سلسل الارتفاع. هاسحب الخيط كده. تمام? بسم الله يحين. كده انا اتطلط الخيط. تمام? هنا انت هتدخلي على كل عمود هتعملي عليه غوزة منزلقة بالطريقة دي. يعني انت هتدخلي كده وحتعملي غوزة منزلقة. هتدخلي على العمود كده وتعملي منزلقة. هتبقي مغيحة ايدك وتشغل المنزلقة وتبقى قد بعضها. هتدخلي على كل العمود. تسحبي الخيط كده وتعديه من على اللفة اللي على الابت. كده اسمها منزلقة. دخلي على العمود اللي بعده. وتسحبي الخيط. وتعديه من على اللفة اللي على الابت. وتبقي مغيحة ايدك كده عشان ايه تبقى سلاسل مقاس واحد. هتدخلي كده على العمود وتسحبه وتقفليه بمنزلقه. على العمود اللي بعده منزلقه. على اللي بعده منزلقه. انت حتلف السطر كله كده على الاعمدة. هتشتغلي مفلوكات فحتجيك الشكل الحلو ده. اما على الحشب هتشتغلي حشب. على العمود هتشتغلي مفلوك. هتشتغلي كده على كل عمود منزلقه. المنزلقه دي بتديكي شكل كده بتخليكي كانك شغاله ايه كدامك كده مش شغاله على العمود من فوق يبقى بين الفوق لكده بتبقى بين ايه من قدامي. هتكملي بنفس الطريقة على كل عمود هتشتغلي منظركم. تبقى رايحة ايدك ونششغل. على كل عمود من التمانية هتشتغلي منظركم. كده بعد ما اشتغلت منظركم وصلت للحشو هتشتغلي على الحشو غرزة حشو بطه. يعني المنظر كرط على الاعمدة والحشو على غرزة الحشو. هتقدر يبقى تشتغلي كده لحد اخر الصدر. وده اللي هيبقى الشكل عندك. هتديكي كده منظر جامل. تمام? هتكملي كده لحد اخر الصدر. واحنا كده فضلينا الفرع الزغير ويبقى المفرش خلص معينا. ده كده شكل المفرش معينا. بعد ما اشتغلنا حواليه كله منظر كرط باللون الدهبي او اي لون عندك يليق مع المفرش ويكون غامل. احنا دلوقتي هنشتغل عشان الورقة تكمل معينا. هنشتغل فرع صغير كده وحنركبه فيها. فانا حاجة اشتغله معيك دلوقتي. اول حاجة هتعملي وقتة البداية. وهتشتغلي تلات عشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اعتوشر اتناشر تلات عشر ايديك على السلسلة التلاتاشر. وهترتفع اربع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة. هترجل لفتين على الابرة. وهتشتغلي يعتبر على خامس سلسلة عمود بلفتين. احنا هنا هنشتغل اربع عمودة بلفتين على كل سلسلة عمود. فانتش كده اشتغلت واحد. هتشتغليه التاني. الرابعة. يبقى انت كده اشتغلت اربعة عمودة بلفتين على كل سلسلة اشتغلت عمود بلفتين. هتشتغلي بعدهم على الست سلاسل اللي بعدهم. ستة اعمودة بلفة. واحدة بس. على كل سلسلة عمود بلفتين. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. كده فضلك تلات سلسل. هتشتغلي على كل سلسلة منهم نص عمود. يعني هترجي كده كأنك هتشتغلي عمود وترجي اللفتين مع بعض. كده واحد. اتنين. تالتة. احنا كده اه يعني اشتغلنا عمود بلفتين وبعدين الاعمدة بلفة وبعدين اه نص عمود عشان تبقى نزلة معاكي كده ايه? نزلة على تحت يعني تبقى عالية من هنا ومن هنا قصية. اه دلوقتي هتشتغل بمنصة لكوت اه حوالين الفرع ده. الاول هتشجي الفتلة كده وتقصيها بقى خلاص. ده كده خمسة معانا وجي اللي هنشبك منها. دلوقتي هتجيبي الخيط وهتركبيه على السلسل كده ما تروح ما بدأت جي. تمام? هتكتفعي سلسلة كده عشان تمشي معاكي ايه الشغل اللي مرتاح. وهنا هتدخلي على كل سلسلة تعملي منظركم. على السلسلة اللي بعدها احنا هنا دي السلسل اللي اشتغلنا فوقيها اعمد. هتعملي عليها منظركم. هتبضل يكلفي كده على كل سلسلة من دول هتشتغلي منظركم. هتديك المنظر الحلو ده. على كل سلسلة اللي احنا اشتغلنا عليها العمود دي هتعملي عليها منظركم. هتبضل يكلفي كده. اشتغلي قصدي على كل سلسلة هتعملي منظركم. كده انت خلصتي المنظرقات اللي على السلاسل. اللي على السلاسل اللي احنا اشتغلنا فوقيها العمود. عندك هنا ارتفاع الاربع سلاسل. هتشتغلي برضو على كل سلسلة من الارتفاع ده. هتشتغلي عليها منظركم. اللي هما الاربع سلاسل الارتفاع. اشتغلت كده على اربع سلسل الارتفاع. وصلت للعمود. هتشتغلي علي كل عمود منهم منظركم. على كل عمود منظركم. زي ما انت شايفها كده ده الشكل عندك. هتشتغلي كده على كل عمود منظركم. هتكمليهم لحد الاربع. بعد ما اشتغلت المنظرقات بالشكل ده هتغلتي لفع الاربع وكده هتقصي خلاص ايه الخيط ده. كده هتقفلت معين. احنا دلوقتي هنشبك على انت هنا الصدفة اللي عاملها في النص. اللي جاي في النص معاك دي. هي دي اللي ايه هتركبي فيها الفرع ده. وهيبقى ده منظر. تمام? هتركبيه بعوجة كده. ممكن تركبيه بمصدس الشمع وممكن تركبيه بابرة التقفيل. انا هركبه بابرة التقفيل عشان يبقى اضمن ليا. تمام? اول حاجة هتعمليها تمسكي كده الخيط دي. وتخيطيها وتربطيها في بعض بالطريقة ديها. لانها ايه ما تكشكش بس يعني ادوبك تربطيها كده. هتغلي منهم فتلة واحدة بس اللي هتشبكي بيهم. هتشبكي بيها. تمام? انت كده خيطيهم جامد كده. فانت هتنقي بقى الفتلة الطويرة اللي فيهم. يعني انت دلوقتي هي الفتلة. انا هسيب دي كده. وهقص دول. بعد ما قصتهم انت هعندك كده هي الصدفة اللي في النص. تمام? هتركبيهم كده. هتخليهم كده. بحيس ان هما ايه? يبقوا على على الفرع كده. تمام? هتجيب الطريقة دي. هتزورتي كده. بحيس ان ما فيش خيط تبقى طالعة منك ولا حيه. وتبقى المنزر عندك كده. وهنا هتدخلي الابرة على اللون بقى هنا زي بعضه. فمش هيبقى فارق معيك. يعني مش هيعمل مشاكل ولا حيه. هتركبيها كده بالروحة. وهتعجيها. وهتعجيها برضو من هنا تاني. وانت كده بتعجيها من قدام وبتعجيها من وراء برضو. تمام? فانت كده ده هيبقى عندك الشكل من وراء. هتدخلي بقى الخيوط دي او هتلسعيها بالولاعة. انا عن نفسي هتسعها بالولاعة عشان ايه? ما تضيقنيش ولا يبقى لها شكل. وهنا بقى هتركبي بالطريقة دي. هتركبي من وراء كده بحيس ان هي ما تبنش معيكي وبحيس برضو حتى ما تبنش معيكي لو بيجي تغسلي المفرش او حاجة او تقليبي او حاجة ما تبنش معيك. فانت هتخيطيها اه بشكل حلو بقى عشان انا كده بشمالكة. اه وحديبقى ده الشكل عندك بتاع الورقة. ده كده شكل الظهر عندي لما انا اشتغلته وخلاص سبطته. زي ما انت شايفة كده اه شكل الورقة جميل وشيك جدا. اه انت لو حبيت تكبريها عشان تعمليها اه سجادة للارضية او حبيت تعمليها مفرش للصفرة في النص كده وحواليها ادها كده بالحجم ده. اه انت طبعا عرفت ان احنا هنا كل ما بنزيد سطر اه بتزيد معنا المسافة بين عمودين التزايد. يعني احنا اخر سطر اشتغلنا سبق اعمدة وفي التامن اشتغلنا التزايد. انت حتفضلي تزوجي اه في الجزء ده في الاول. اه كل سطر حتخليه مسلا اه اه تمانية وفي التسعة تزوجي. وهكزا لحد ما توصلي اه للجزء اللي انت عايزة تزوجيه. وكل ما حتزوجي سطرين من الاعمدة هتزوجي سطر واحد من الصدفة. تمام? انا هنا اه كان المفروض السطر الاتناشر ده يبقى هو السطر التلاتاشر. بس انا لقيته هيكشكش مني من جنب ده. وفعلا كل المفارش اللي معمولة فيها هنا كشكشة بسيطة. فانا زودت هو هو نفس السطر اه اتزبط معي. يعني انت لما هتزوجي في الصدفات اه ما تحاوليش تزوجي في عدد الاعمدة. الا لما تحسي اه انه تزبط معيك. لكن لما تلاقيه كشكش كده ما تزوجيش في عدد الاعمدة. تمام? اه انا كده خلصت معيك الفيديو. يارب الشرح يكون واضح ليكي. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. والحد ما نتقابل. اسببكم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.